هل يمكن إدارة بان؟ هذي موضوع إخرى هذي كن بعد شيء تنسهول حكيت جريدة الصحافة على فلسطين اليوم على كل المغرب زادة حكيت على نفس الموضوع في الآيون فلسطين تشيع شهدائها مسيرة العودة مستمرة وتنديد دولي بالمجزرة السهيونية باحثون عرب للمغرب يقولوا الفلسطينيون أعادوا خيار المقاومة الشعبية إلى الواجهة والفلسطينيون يدعون شهدائهم فيتو أمريكي زادة تحقيق في مجزرة غزة أمين الانتفاضة الفلسطينية وهنا نقول انتفاضة لأنه هذا المصطلح هذه الكلمة السحرية اللي بتدعوها الفلسطينيين منذ سنوات تعود اليوم وبقوة خيار القضية الفلسطينية الفلسطينيين العزل في مواجهة آلة الدمار الإسرائيلي والسهيوني بطواطع عربي واضح وخاصة خليجي بضوء أخضر من الدول العربية يتم تقتيل الفلسطينيين هذا ليس كلم فيه تهاجم عن الناس لا لا فما احتفاليك عديد الدول اليوم قبل التطبيع كان تحت الطاولة الآن أمر هر ولا هر ولا خاصة من دول الخليج وهذا واضح جدا إذن نرجع للقضية أن الحقيقة التحركات والنيضالية عادت القضية الفلسطينية أمين إلى الواجهة عادتها كقضية القرن بامتياز وهي مظلمة كبيرة ياسر لابارتايد الحرب العنصرية إبادة شعب كامل إذن لكن للأسف شديد سيح الفلسطينيين العزل والشباب الفلسطينيين نجح في إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة لكن هذا يواجهه بصمت أممي ودولي تجاه هذه القضية إذن وأيضاً مسلة أخرى هنا الشارع العربي لحقيقة ما تحركش كما كنا في السابق هو الشارع العربي صامت أنا البارح كان لإتصال من قطاع من القدس الشريف مع واحد من معناتها من أعضاء الحكومة تانش يقول لسي منظر قال فهموا قدام ربي نهار آخر مش تقولوا قدام ربي سنطالبكم أمام الله قال على الشعوب أنا نقول لك صحيح أمنا نحب نطلبها متو أمام المجتمعات أمام الحقيقة لأمين قدام ربي لكن هذا يجعلها مؤجل الأمر أما الآن لابد من نتحرك في الواقع معناتها في الدنيا ليس في الآخرة لماذا نصدر مشاكلنا للآخرة يا أمين لحقيقة لابد من نتحرك الآن لا حول ولا أخو ولا هم على هاليوم هم وحدهم لا لا نحكي مشنا عن الفلسطينيين في السيقام مواجبا وأكثر معنات ناس تصور يا أمين الشباب في عمر معنات الظهور نساء ورجال معنات يقدموا رواحة معنات ويتحدوا أكبر آلة عسكرية معنات بقلت قطر ودمار معنات المهم المهم هم أن تم إعادة القضية إلى واجه طيب في ناس الموضوع هذه العنوان ينقى في جريدة الشرف قصصفحة 20 21 باعت القدس وتطلب بحماية الفلسطينيين والمقدسات حين تنفق الجامعة العربية الشروق مع المتظاهرين الفلسطينيين سنفدي القدس بدمائنا على كل نوصل مع مختلف مواضيع أخرى بشمشي إلى الخلافات بين الشهد ونداء تونس ونداء حافظ هكا شنو العنوان خلينا نقرأ بكل أمان هكا تجم تشوفوا معنا وانتم في المباشر هكا قال التصباح خلافات بين شاهد ونداء حافظ والمؤتمر قد يحصم الأمور هذا ليس بشديد هناك خلافات كبيرة منذ فطرة بين يوسف الشاهد رئيس الحكومة وحافظ قيد السبسي المدير التنفيذي لحركة نيداء تونس الخلافات وصلت إلى قطيعة في خلال الفطرة الأخيرة ثم محاولات من يوسف الشاهد إلى إعادة ترميم على قطو نيداء تونس ولذلك ريناها أمين يشارك في الحملة الانتخابية لكن كانت مشاركة طفيفة ومعناتها كانت محتشمة وليست فيها ضوء أخضر من القيادة النيداء نعطيك مثلا معلومة أن قيادة نيداء تونس الحالية رفضت مثلا تنظيم ميتينج يشرف عليه رئيس الحكومة معناتها قالوا تحب تجيشارك يجي أحضر في التظاهرات كيف الناس كل وبالتالي العلاقة بيناتهم ليست على أحسن ما يرام وناهيك مثلا أن نيداء تونس وقياداته يطالبون برحيل يوسف الشهد ويعتبرون أن سياسة حكومة يوسف الشهد أضرت بهم في الانتخابات الأخيرة إعادة سياغة المتفق علي سمحني جهان في نفس الموضوع بيش نختم وترحيل مصير الشهد وحكومته إلى لجنة الرؤساء في اجتماع لجنة خبراء المواقعين على وثيقة كارتاج هذا اللي تحكي فيه في صحفة اليوم في صفحة الرابعة تقارب شديد بين أطراف وثيقة كارتاج الثنين مصير حكومة الشهد يتقرر نهاية الأسبوع على كل نكمل مع موضوع مهم زادة لهو موضوع على الجانب الاقتصادي سمحني أمين ما زلنا رأنا في نفس لحنا كحكينا على وثيقة كارتاج المهم إذا هذا نعلق لي البارح الاجتماع الثلاثاء الاجتماع الأخير لوثيقة كارتاج وتم نهاية الأسبوع بشي اجتماع اجتماع الرؤساء البارح التسريبات مش تسريبات أنا أكدولي ناس حاضرين في الاجتماع أن هناك اجتماع اجتماع الكل تقريبا على ضرورة إقالة الشهد وحكومته هذا البارح ما تمخل عنه وهذا الطلب سوف يرحل إلى اجتماع الرؤساء نهاية ما زال ما فهماش واضح هذا وش قلول ناحب والكواليس زادت قوة زادت منظر من عرش أنا تنجمت الكواليس اللي عندك هي صحيحية ولا لا ما زالوا لليوم ملقاوش البديل يوسف اسمعني هاو تنقول لك أول حاجة أبوش نجيك للمعلومة هاول شي أنه البارح الاجتماع تم إجماع الناس الحاضرين كل من نداء ومن غيرهم وكل شي هاذم قالوه الناس الحاضرين مش هو أنا جبته ونجم كان يسمعوا فيي يكذبونها مثالش ويعطونها فرسيون أخرى أنه إجماع على ضرور إقالة الحكومة الحالية برئيسه وبكامل فريقة ويحملونها مسؤولية الفشل الفشل الذي قالت إليه البلاد الرئيس الباشي قايت سرسي في الاجتماع الأخير قال مش وقته تغيير الحكومة آت السياسات لكن كي قال مش وقته يقصد نهارتها مش وقته نهائيا وبتالي الاجتماع القادم للرؤساء سيكون الموضوع الرئيسي ليس موضوع فني حول البرامج وحول السياسات إنما هو حول الملف السياسي والمتعلق بمصير الشاهد وحكومته ثم تباين مواقف لحد الآن وهنا نحب نقول لك أمين ثم بارشة غموض يكتنف المشهد السياسي اليوم الكلام نقول فيه الشي ونقيله يتقال أنا رأى في تصريحات مثلا كيادة حركة النهضة تريد الإبقاء على رئيس الحكومة لا هي تحب التوافق سمح أيدي تقريبا اسألوا حتى على الماء قلوا ما لحوالها لو يقول لك التوافق باح أنا يرجع لك للتوافق تقول لك مع الإبقاء على رئيس الحكومة مع دخال تعديلات مع أنتها في التحاد العام تنسي لشغل يتطالب بتغيير عميق الرئيس الباجي قيد السرسي الذي بيده كل الورقات ويخفيها ونعرف أن الرئيس الباجي قيد السرسي ورقاته يخفيها وما يحتياج حتى إلى أقرب الناس إليه حتى إلى أقرب الناس إليه أقرب الناس إليه وبالتالي أنا تصور أن هناك ورقات يخفيها الرئيس الباجي قيد السرسي ليست مستبعدة مثلا منها ورقة أنه الإقدام على حكومة جديدة ورئيس فريق حكومة جديد لكن هل يجد في صورة اختيار هذا السيناريو أمين أختم بكيمة واحدة في صورة اختيار الباجي قائد السرسي هذا السيناريو من هو العصفور النادر وهل هناك أسماء أماب الباجي قائد السرسي قادر على تعويض يوسف الشهر هذا اللي حبيت نقوله زاد الكواليس تقول وأنه الاقراب من وثيقة كرتاج على الأخر البرح يقول لنا وأنه لليوم زالوا ملقاوش الشخصية التوافقية اللي بيشتعوض يوسف الشهر عجبتني التوافقية لأنه هنا بيت القصيد صديقي لكن أنا في تقدير تونس واللاد وهناك كفاءات مهمة جدا في بلادنا قادرة على إدارة المرحل these ولها من الكفاءة ولها من القدرة ولها من الخيال السياسي ولها من المعرفة بالمجتمع التونسي وبالجهات الذي يريد أن يحكم تونس لابد أن يعرف المجتمع التونسي الذي يريد أن يحكم تونس لابد أن يعرف الجهات الذي يريد أن يعرف يحكم تونس لابد أن يكون منهم نكمل مع آخر أخبار والتعليق ليس من عندك سيمون والتعليق ليس يكون مع الخبير الاقتصادي سيعزين السعداني مع تحسن النمو 2.5% وتواصل هششة الاقتصاد الوطني إذا عندك خبير اقتصادي جيان في الصحف باعف الاقتصاد في جريدة الصحف يقولوا اقتصاد مرهون ووضع غائم هل يمكن إدارة أزمة بحكومة متأزمة هذا هو الموضوع الذي يتحكي في جريدة الصحف غامض يظهر لأمور غامضة عندك غامض ولا لي لي مش غامض جي من غيوم يمغيم عليها على كل لطفة بره احنا بشي كملوا مع هذا الموضوع معظيف ناسي عزين سعيدين ان شاء الله بش نحكيه وعليه بعض الفاصل جيان بن عبدالله فلاشا فوتخفيك وحنا نرجعين معاكم في إدارة تونسية